اكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الحرص المستمر على دعم القطاع العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحقيق المزيد من الانجازات بهذا القطاع الحيوية بما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطنية نواه الشيخ محمد بن خليفة بالتطور الملحوظ الذي تشهده السوق العقارية وذلك حسب ما اظهرته الاحصائيات التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري مضيفا ان النصف الاول من العام الجاري شهد ازديادا في عدد الطلبات المقدمة بالقطاع العقاري في مملكة البحرين والتي تمثلت بتقديم 11 طلبا لترخيص مشاريع بيع على الخارطة بقيمة 255 مليون دينار بحريني تابعا ان المؤشرات التي تحققت في عدد طلبات الترخيص والمشاريع القائمة تعكس التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص ومشيرا الى ان المؤسسة ملتزمة بالاستمرار في تقديم الخدمات العقارية وتبسيط الاجراءات التي تهدف الى تلبية تطلعات المستثمرين والمتعاملين في القطع وتحقيق الاهداف التنموية من خلال توفير بيئة عقارية امنة ومستدامة موسيقى 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 موسيقى